السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي كما شاهدت سنقول لعملين ايه معاكم زميلتكم ورية مردو في الفرقة الخامسة وان شاء الله هكون معاكم في اول بورت من الملوكولير بيولوجي وهو الدي ايه بداية كده قبل ما ندخل في موضوعنا كنت عايزة اقول لكم كلمتي مهمين جدا 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 خصوصا انه انتو حاليا في بداية رحلتكم في الطب نقدر نقول ان احنا تلسة في اول خطوة طبعا كتير من الاول لسة اول خطوة في الرحلة طبعا هي رحلة طويلة حبتين ثلاثة فاحنا لازم نبقى حطين اساسيات كده في دماغنا علشان ما ننجرفش تحت الضغوط اللي احنا هنواجهها طول ما احنا ماشيين في الرحلة دي وان ليس للانساني الا ما سعى وان سعيه سوف يرى اهم حاجة نحطها في دماغنا ان احنا مش علينا غير استعي بس اي نتيجة اي حاجة تانية دي مش بتاعتنا دي بتاعت الله عز وجل طول ما احنا مخلصين للنية وبينجدد النية يعني العمل دا لله وان دا وطعمت اعبادة الوقت بتاعتنا وكلام دا كله فاحنا علينا ان احنا ناخد بالاسباب انا لا يهمني الامتحان صعب ولا سهل المادة صعبة ولا سهلة انا مزنوها في الوقت ولا لأ انا باخد بالاسباب وبعمل اللي علي الوقت اللي متاح بالنسبالي انا باخد بستنفس في كل طقتي علشان اقدر اوصل اللي انا عايزاه بس انا علي ايه علي السعي والاخذ بالاسباب النتيجة هي بلاد الله عز وجل ويا توفيق من الله عز وجل طبعا يكفي نحن في طول طريقنا ده بإذن الله هلوبقى مأجورين كلما نجدد النية لأن كل خطوة فيها هي عبادة لله عز وجل دي واحد اتنين وإن احنا بسعينا دوت وبأخذنا الأسباب ربنا بيفتح علينا فتوحات سواء كان في دراستنا أو خارج دراستنا فربنا يا رب يرزقنا الإخلاص ويرزقنا القبول وتبقى بداية الخطوات بتاعتك بداية لطيفة وإن شاء الله تبقى رحلة سعيدة عليكم لغاية ما توصلوا الهدف بتاعكم بإذن الله طبعا زي ما أنا قلت لكم هكون معاكم في الدي ان اي في بداية موضعنا لازم أول حاجة ندعي لزمائلنا رحمة الله عليهم ربنا يا رب يسكنهم فسيح جناتو ويدخنهم جناتو بلا سبق حسابا ولا عذاب ويرزقنا من يدعو لنا يوم نصيروا إلى ما صاروا إلي طبعا زي ما قلت لكم أنا هكون معاكم في شابتر دي ان اي طيب بداية كده أنا عايز أتكلم على حاجة اسمها نيوكليك أسد ما هي نيوكليك أسد نيوكليك أسد يعني حماض نووية الحماض النووية ديت هي عبارة عن اي هي عبارة عن بولي نيوكليتايت يبقى هي عبارة عن مجموعة من النيوكليتايت يبقى هي عبارة عن مجموعة من النيوكليتايت قال إن المجموعة النيوكليتايت ديت متصلة ببعض بفوسفو داي إستر بوند يعني ربطة متصلة فوسفتها من فوق وفوسفتها من تحت داي إستر بوند يبقى ثاني كده فوسفو داي إستر بوند مجموات الفوسفات عندي어지ه المتصله بأيه بأيه اتنين ايي استربوند مشي قالي ننا عندي و spending two types ً منها التي هي الدين اي والرن اي يبري اي يبا نيوكليت اسد هي عبارة عن Polynucleutides in which nucleotides are linked by fosf Camera طيب سبتاعت عندنا D&A والR&A طيب بداية كده نتكلم على مين النيوكليتايت ايه هي النيوكليتايت النيوكليتايت هي عبارة عن بنتوز شجر بنتوز شجر متصل عندي عند الكربونا رقم واحد بي حيج اسمها بيتا ومتصل عندي البنتوز شجر دي برضو بمجموعة فوسفات عند الكربونا رقم خمسة بي استر بونت تمام يبقى تاني انا دلوقتي عندي النيوكليتايت عبارة عن ايه عبارة عن بنتوز شجر بنتوز شجر ديت عندي من هنوعين الريبوز طبعا دوت موجودة عندي في الR&A والدي اكسي ريبوز ودوت موجودة عندي في الDNA طيب متصلة عند الكربونا رقم واحد بي بيتا جليكوزاتيك بونت بنيتروجنا سبيز بتاعتي اللي هي القواعد النيتروجينية اللي هي عندنا من هنوعين حاجة اسمها بيورين وحاجة اسمها بايريميدين البيورين اللي هي الأدينين والجوانين اما عندنا بايريميدين عندنا سايتوزين سايتوزين وثايمين ديت موجودة عندي في الـDNA طيب وسايتوزين ويراسل موجودة عندي في الـRNA طيب وبعد دي كده عندنا مجموعة الفوسفات يبقى مجموعة الفوسفات منتصر عندي والسكر الخميسي بتاعي او البنتوز شغر عندك كربون رقم 5 بـ حتى الان فيش اي مشكلة ان شاء الله قالي لنا عندي البنتوز شغر مع النيتروجيناس بيز بس لوحدهم من غير الفوسفاتة بتاعتي حاجة اسمها نيوكلوسايد يبقى عندي النيوكلوسايد هي عبارة عن البنتوز شغر مع نيتروجيناس بيز اتصلت بالفوسفاتة بتاعتي يبقى على طول التحولت لي نيوكليتايد يبقى لني كده تحولت عندي النيوكليتايد تمام جد بيقولي النيوكليتايد دي على اي اساس لو هي متصلة بفوسفاته واحدة فهي عبارة عن نيوكليوسايل مونوفوسفايل لو هي متصلة ب2 فوسفايت يبقى هي نيوكليوسايل ضييفوسفايل لو هي متصلة عندي 3 فوسفايل يبقى أنا عندي نيوكليوسايل ترايفوسفايل ديت عندنا مين نيوكلي تيدا لكن اللي موجودة عندي للنيوكليك أسد سباست بتاعتي اللي هي عبارة عن الأحماض النووية اللي هي GT N E obec expressed 2 N E بتبقى عندي إيه منوفوسفايل نيوكلي تيدا بتبقى فيها عندنا فوسفاتية واحدة فقط لغير طيب دغلت على النقطة اللي بعدها اللي بتقولي ان انا عايز اتكلم على الimportance بتاعتي ما هي الimportance بتاعت النوكلي طاير بتاعتي انا بستفيد منها في ايه قال لي اول حاجة اول حاجة لازم احطها في دماغي كده ان هي عبارة عن بتاعت النوكلي ايه اسد بتاعتي يبقى اول حاجة ان هي عبارة عن البلدينج يونت البلدينج يونت بتاعت النوكلي اسد بتاعتي اليمين الديين ايه والار ان ايه يبقى رقم واحد أهمية نيوكلتاد A تاني حاجة اللي مش بستكده اللي كمان بتدخل عندي في تصنيع الطاقة تصنيع الطاقة أو عارفين الATB اللي هو أدونزين ترايفوسفات أو عندنا جي تي بي جوانين ترايفوسفات فدوات أيوة هو دوات عبارة عن نيوكلتاد متصل عندي بتلاتة فوسفاتين تمام بتاخد الطاقة ازاي قال لي ان انا عندي التكسير بتاعت عندي الروابط بتاعت الفوسفات ديت هي اللي بتديني الطاقة اللي أنا عايزاها تمام فبيدخل عندي في high energy فوسفات كمباون يعبارة عن كمباون كده بتحطفز بالطاقة ايه بتاعتها في الروابط بتاعتها بتاعت الA بتاعت الفوسفات طيب كده رقم واحد عندي اتنين عندنا طاقة طيب بعد كده قال لي ايه قال لي في تلاتة واربعة عندنا co-enzyme عوامل حفازة قال لي ناة بتدخل عندي في تصنيع عوامل حفازة عوامل حفازة زي مين قال لي زي الناد وزي الناد بي والفاد وي ال اي اي وكو انزيم اي كلام ده كله تمام طيب خاصة بالذكر كمان عندي اكتف كو انزيم واحد اسمه اي دي اوكسي ادينيزايل الكوبلاماين يبقى تاني كده دي اوكسي ادينيزايل كوبلاماين ده تبوره عن اكتف انزيم مالو الاكتف كو انزيم ده قال لي ان هو بيدخل عندي بيساعد عندي في تصنيع عندي من الفيتامين بي 12 يبقى انا قلت ان هو عندنا بيدخل عندي في بتاعت الكو انزيم وقال لي ان انا قلت من واحد من الكو انزيم بيساعد حاجة اسمها دي اوكسي كو انزيم بيستخدموا عندي في تصنيع عندي فيتامين بي 12 بتاعي طيب او هي عندنا عندنا كو انزيم ومنها عندنا حاجة اسمها دي اوكسي دينيزايل كوبلامين في الفيتامين بي بتاعي وبعد كده عندنا تلات حاجات مع بعض قال لي ان هو بيساعدني في السنسس بتاع فوسفوليبت جلايكوجين لكتوز واخر حاجة حاجة اسمها يبقى انا عندي فوسفوليبت وي جلايكوجين وي لكتوز وي جاكز قال لي الفوسفوليبت قال لي عن طريق مركبين حاجة اسمها cdb اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن سيتوزين ضاي فوسفات كولين تمام و cdb باردو تاني اللي هي سيتوزين ضاي فوسفات اثان ولمعين تمام فهي عبارة عن ايه و الفوسفو علشان ايه نعمل عندي نصنع عندي الفوسفو اللي بتبتاعي تاني حاجة عندي حاجة اسمها udb جلوكوز ايه هي udb جلوكوز ديت اللي هي عبارة عن يوراسيل ضاي فوسفات جلوكوز معاها ايه معاها جلوكوز هي مهمة جدا في تصنيعها عندي الجلايكوشن واللاكتوز عشان هي اللي بتدينا عندي جلوكوز اللي انا بصنع به الجلايكوشن واللاكتوز بتاني وبعد كده سابع حاجة سابع نقطة عندي الامين عندي حاجة اسمها udb جلوكويرونيك udb برضو يوراسيل ضاي فوسفات جلايكويرونيك وده قط عندنا مهمة جدا عن نفة وصنية حاجة اسمها ايه الجيكس تمام طيب كده قلت البيلدينج يونت انرجي coenzyme و stenses ايه stenses ثلاثة مركبات ايه بتروح قال لي كمان عندنا ايه قالك اننا عندي حاجة اس اديونيزايل ميثيونين اس ميثايل دونر يبقى تاني كده قال لي اننا عندي حاجة اس اديونيزايل ميثيونين هي عبورة عن ميثايل دونر بتديني عندي مين بتديني عندي مجموعة ايه جدا في بتاعت الجين بتاعي هي مثلا بتحدد لي مثلا قالك اننا ابدأ عندي الجين اللي هو عندنا بعملية بناء الجين بتاعي او تصنيع الجين بتاعي ولا لا تمام فدوت عندنا الميثايل مهم في بتاعت الجين تاني حيات كمان انه عبورة عن ايه المفروض ان انتو عندكو لما تقطوا في الهيرمون انتو بيعمل عندي اكتيفيشن لساكل اي امي بي وساكل جي امي بي جوه علشان تبدأ تعمل عملية او تعمل الوظيفة بتاعت الهيرمون بتاعي تمام طيب بعد كده اخذ نقطة عندي بيقول لي قالي ان انا عندي قواية ناتوجينية ديت بصنحها بصنحها عندي في الدواء في الدواء في الدواء ليه بصنحها عندي في الدواء قالي عشان هي مهمة جدا في زي الجوت والكانسر قالي ان انا عندي في دواء اسمه الوبرينول قالي الوبرينول دوت عندنا دوت بتاعت بتاعت الجوت اللي هو النقرس ويعندي حاجة اسمها فلورو يوراسيل قالك دوت عندي بتاعت الكانسر يبقى ادوات اتكلمت على و قلت ان انا عندي لها اول حاجة تانية حاجة عندي الطق يبقى تانية حاجة عندي الطق بعد كده عندي نوتوتين مهمين جدا اللي هو الكوينزيم وخاص لي من الكوينزيم زي حاجة اسمها اي دي اوكسي اديونزيل كوبلامين تمام ودوت عندنا فيه الفاتمان بي 12 طيب وبعدين قالي اول حاجة الفوسول عندنا جلايكوجين ومعاها ال واخر حاجة طبعا عندي كانت مين ودوت عندنا ميسايل دونر بعد كده قالي ان انا عندي مجموعة ميسايل ديت مهمة جدا دي بتساعدني عندي في الجين بتاعي وبعد كده قلت ان اي كمان الهرمون بتاعتي الهرمون بيروح يمسك عندي في الريسبتور اللي برة ويبدأ عندي يحصل عندي اكتيفيشن لسيك اليمي بي والجوه دوت علشان يبدأ يعمل عندي وظيفة الهرمون بتاعي واخر حاجة عندي وبيورين وبايريميدين ودوت بيستظيم عندي لبعد الديزيز الجاوت والكانسر الوبرينول دوت عندي الجاوت والخمسة فلورويوراسيل عندنا في الكانسر بتاعي طيب كده انا خلصت عندي اول جزئية تاني جزئية بتقول الدي اي الدي اي مكانوا فين قال لي والله ان انا عندي اغلبوا عندي في النيوكليوس بتاعتي في النواة بتاعتي قال لي واننا برضو في بعض الدي اي بيبقى عندي في الميتوكندريا يبقى الاساسي الدي اي كله موجودة عندي فين موجودة عندي في النيوكليوس لين ان هي عبورة عن المادة الوروصية بتاعتي طيب في بعض الدي ان ايه موجودة عندي في الميتو كوندريا او هناك ليه لو وظيفة هنعرف درواتي الوظيفة بتاعتها ايه هي طيب قالي ان انا عندي ايه هو الفانكشن اساسا بتاعت الدين ايه قالي والله ان هو شايل عندي الجناتك انفورميشن بتاعت الانفيدوال يباش هي من عندي المعلومات الدروسية بتاعت ايه الشخص طويل صير تخيل رفيع ابيض اصمر اين الملونة عينين سودة الكلام ده كله فهو شايل عندي الجناتك انفورميشن بتاعت الانفيدوال كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كمان عندي functional RNA اللي هي ايه بتشتغل بقى عندي لعماية البناء وكده. طيب في الميتو كوندريا قلي الدين اللي موجود هناك موجودة عندي الجينات اللي بتعمل لي عندي البروتينات اللي انا بستخدمها عندي في ايه? في الالكترون ترانسبورت تشين. يبقى الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي الكريبسو سايكل وخلفه. طيب تاني حاجة كمان بيقول لي ان انا موجودة عندي الجينات اللي هناك اللي بتصنع لي حاجة اسمها تي او اني اي organised تيت او ر او اني اي اللي هي عندنا اللي هي عندنا اللي هم أيه? اللي هيا بنستخدمهم اللي هي توي تابронه اللي بنستخدمه عندي فيعملية البناء. يبقى اول حاجة ان انا عاندي دين ايه المين فونكشن بتاعتهم هو شيء عندي طيب بيقول كمان ان انا عاندي في دين ايه في الفالا في اللي ان انا الاساسة هي عندي في اليوني وفي بعض منها في ال ايه في ميتو كوندريا. طب موجودة عندي اللي في نيوكليز ده بيعملي فانكشنال بروتين والفانكشنال ار ان اي. طب عندي في الميتو كوندريا قال لي البروتينات قالك الجينات بتعملي قالك الجينز المسؤولة على الالكترون ترانسبورت تينز. تمام? وتاني حاجة عندي اللي يمين الجينز المسؤولة على تي ار ان اي والار ار ان اي. طيب تاني حاجة بيقولي بتاعي ايه بتاعي? طب انا عارفين من اه سانوي ان هو عبارة عن دابل يعني هو عبارة عن اه عمودين. العمودين دول متصلين مع بعضة عندي هنا من النصد كده عندي من اه بتاعتي. قال لي ان انا عندي في عمود منه مبادئ بي اه تلاتة ايش ومنتهي عندي بخمسة ايش والتاني بيبقى العكس تلاتة هنا يبقى خمسة هنا وخمسة هنا تبقى هنا ايه تلاتة. تمام? طيب. كده عندي ايه? كده انا عندي ايه? ان انا عندي قلت ان دوت برعا عن ايه? عمودين متصلين مع بعضة بي ايه? وكل واحدة لها ايه? لها بداية وايه وان ايه? طيب ندخل شوية في التفاصيل عشان نرجع على الجزئية اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها. قلت ان انا عندي ايه? قلت ان انا عندي هنا متصل عندي هنا بي اه قال لك طبعا عندنا مدام ان اتنين اتنين حلقتين يبقى انا عندي ديت اللي هي البيورين وهنا حطيت لك ايه? فهو دوت عندنا ادونزين تمام? اللي هي ناتريجنس بيس ادونزين. عند الكربونة رقم واحد منتصرين ببعد بي حاجة اسمها بيتا جلايكوزاتك بوند. وي كمان عند الكربونة رقم خمسة لقيتو متصل عندي بجموعة فوسفات اسمها ايه? اه ببوند اسمها ايه? الاستر بوند. تمام? يبقى استر بوند. طيب هناك برضو عندي هنا عند تلاتة. تلاتة برضو هنا برضو ايه? اللي التحتيها متصل عندي بايه? بالفوسفات عشان كده سميتها عندي دايستر بوند. عندي هنا اآ فوسفو دايستر بوند. هنا عندي واحد هنا كده بوند وهنا ايه? اتنين استر بوند. متصلين بفوسفاتية واحدة بس. تمام? ايه كمان? قال لي ان انا كمان عندي ان بالتيلاتريجنس بيس بتاعتي متصلين مع بعض هنا كده بيه حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها عندي روابط هايدروجينية. هايدروجين بوند. خلاص? طيب. نشوف في الكلام اللي احنا لسه كنا بنقوله قلت ان انا عندي البونس اللي موجودة عندي هنا في الستركشورز ديت عندي استر بوند ان ديت عندي الاستر بوند ديت ما بين عندي الفوسفات وبعضها يعني واللي هي فوسفودي استر بوند دي بقى انا عندي الاستر اللي هي ايه خمسة مع الفوسفاتية واحدة بس لكن لو اللي قبليها متصل بالفوسفاتية ويه خمسة متصل بالفوسفاتية فانا عندي كده فوسفودي استر بوند وديت عندنا كوفيلانت يعني هي ربطة تساهمية يعني مرتصدين مع بعض طبعا عندنا طريبا من سنوي كده كان بيكلموا ان هو ايه فيه مشتركة ما بينهم فعشان كده ديت ايه دي ربطة تكونت بيه ان ده اده الالكترون وده اده الالكترون وايه ومسكو في بعض والكلام ده كله واخر حاجة طبعا عندنا هيدورجونس بوند اللي هي كانت ما بين مين ما بين عندي بتاعتي طيب كنا بغضين وقت سنوي حاجة اسمها واتسون اند كريك كريك واتسون قالولي ايه قالولي ان انا عندي الديين ايه دا وبيتكون عندي من two strands يبقى اول حاجة قالوها لي ان انا عندي الديين ايه دا وبيتكون عندي من two strand اتنين strand كده عصايتين قالي ان هم ملفوفين حوالين بعض مكوين لي عندي ايه الهلكس الهلكس دوت اللي هو عندنا حلزون مكوين لي عندي دابل ايه دابل هلكس اللي هو الحلزون فبيقولي ان انا عندي two strand wind around each other in anti-barrel manner يبقى هم ملفوفين حوالين بعض بي ايه بanti-barrel manner يعني ايه متوازين يبقى تانيه كده عندنا مين متوازين يبقى اول حاجة double helix تانيه حاجة anti-barrel manner ثلاث حاجة بيقولي ان انا عندي القواعد الناتروجينية بتاعت الناتروجين بس متصلة مع بعض بـ hydrogen bond يبقى تانيه كده متصل عندي بـ hydrogen bond ليه متصلة بـ hydrogen bond قال لي علشان تحفظ على المسافة مبين ايه اللي اتنين تمام يبقى تالت نقطة عندي كان بيقولي ايه دابل هلكس is stabilized by hydrogen bond يبقى انا عندي الدابل هلكس دوا دا عندي stabilized يعني مستقر بالـ double bond دا عندي اللي متصلة في النص اللي ما بين عندي two nitrogenous base وقوة التنافر اللي ما بين برضو عندي البازز حاجة اسمها ايه hydrophobic عندي interaction دا قوة التنافر ما بين عندي مين ما بين عندي البازز دا فهي عندي حصل عندي stabilization نتيجة الوجود حاجة اول حاجة الـ hydrogen bond بتاعتي وهي الـ hydrophobic interaction between the bases طيب بيقولي ايه بيقولي طبعا عندنا عارفين القاعدة اللي بتقول ان انا عندي ادونيوزين وثايمين يبقى انا عندي ربطتين هيدوجينيتين اما عندي جوانين ويسايتوزين هيبقى عندي تلات روابط هيدوجينية تمام اخر حاجة عندي هنا بيقولي ايه بيقولي الـ exterior surface اللي هو ايه اللي برة دا ماله exterior surface اللي والله ان انا عندي فيه اتنين groove اهو ده groove وده groove ده groove وده groove يبقى انا عندي ايه بيقولي ان انا عندي exterior surface اللي هيكسبتها هي عندي اتنين deep groove ما بين عندي اللي هي الـ ribose phosphate chain وبالتاني كده ما بين عندي الـ ribose phosphate chain فبيقولي ان انا عندي فيها asymmetry ليه حصل عندي asymmetry اكيد عشان ينتقلتيني ان البيورين هي عبارة عن حلقتين والبيورين عبارة عن حلقة واحدة فبالتالي هيعمل لي عندنا asymmetry يبقى انا عندي واتسون اندكريك قالوا لي ايه قالوا لي ان انا عندي double strand double strand دول ما فينا عوارين بعض عملوا لي double helix يعني ايه double helix يعني انا عندي حلزون الحلزون دوت قال لي ان هو عندي يبقى هما عندنا ايه متوازين تمام و ايه كمان قال لي مش بسطة كده قال لي ان انا عندي الشكل بتاعه بيبقى عندي stabilized او ثابت او محافظة على شكله ازاي قال لي بالhydrogen bond اللي موجودة عندي بما بين عندي nitrogenous basis بتاعتي وحاجة اسمها hydrophobic interaction بتوين الباسس اللي هي عندنا قوة التنافر واخر حاجة بيقول لي ان انا اخر حاجتين بقى عندي base pairing rule القاعدة اللي هي عندي اللي انا مشي عليها علشان اربط ما بين القاعدة الناتوجنية قال لي الادونزين مع مين مع الثايمين واتنين كده ادينوزين وثايمين الاتنين مع بعض بربطتين لكن الجوانين وثايمتزين قال ليك عندنا بيه ثلاث روابط اخر حاجة طبعا بيقول لي ان انا عندي exterior surface فيها عندنا مين عندنا فيها groove قال ليك groove دوت عندنا ايه اتنين زيب groove قال ليه ان انا عندي مشكلة groove ديت منها قال ليه ان هي فيها asymmetry ومشكلة الاسيمتري ديت ليه قال لي ان انا طبعا عشان عندي طبعا اختلاف في القواعد والروابط اللي بتربط بينهم والكلام ده كله تمام؟ تمام جدا يا شباب يبقى احنا كده اتكلمنا اول حاجة على ايه هو nucleic acid وبعد كده لما اتكلمنا عن nucleic acid لازم نعرف nucleotida و nucleotida فيها جزء اسمه عندنا السكر مع nitrogen space حاجة اسمها nucleoside تمام؟ قلت اهمية nucleotida عندي ايه؟ ايه importance بتاعتي بتاعتي nucleotida وكمان قال لي بعد كده قلت ان انا عندي في حاجة اسمها واتسون اندرو كريك دوت ايه؟ وصفولي عندي DNA دوت شكله عامل ازاي؟ فبيقولي بعد كده اخر حاجة هتكلم عنها اللي هي بيقولي بتاعه يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي DNA عايز اكون من DNA كروموسوم اللي هي عندنا اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي الكروموسوم اللي عندنا هي ايه؟ احنا عارفين طبعا ان الانسان بيتكون عندنا مستواربين كروموسوم والكلام ده كله والكروموسوم دوت هو اللي هيحمل المادة الوراثية ليه؟ لانه يتكون من DNA بتاعي طيب DNA بتاعي اللي انا كونته من سكر خماسي مع الفوسفات ازاي وصل الشكل بتاعي النهائي لإيه لكروموزوم يبقى تاني كده ازاي وصلنا عندي بالشكل النهائي دي مين لكروموزوم؟ خلاص يا شباب يبقى انا وصلت ازاي عندي لشكل النهائي لو الكروموزوم ايه بتاعي قال لي بداية كده ان انا عندي ايه؟ عندي نيوكليك اسد حاجة اسمها دي اكسيرايبو نيوكليك اسد تمام؟ طبعا احنا ده كله بنكلم على الدين ايه فاكيد دي اكسيرايبو نيوكليك اسد قال لي دي اكسيرايبو نيوكليك اسد دي او الدين ايه اللي هو الهالكس والكلام ده كله قال لي لف حوالين بروتين اسمه الهيستون فكون لي حاجة اسمها نيوكليسومز نيوكليسومز لفت حوالين بعضها بعضها بعضها. كوينتلي حاجة اسمها الكروماتين. الكروماتين دو تكونلي عندي حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها الكروموزون. طيب نكلم بقى بشكل ايه? بشكل اوضح شويتين. طيب بداينا كده بيقوللي ايه? بيقول لي في الهيومن كل خلية عندي فيها ايه 46 كروموزوم قال لي ان انا عندي توتل لنس بتاعها عندنا 1 متر يعني تخيلوا ان كل كروموزوم عندي بيكون عندي من 1 متر ازاي الكروموزوم اللي هو 1 متر دوت بقى عندي في نيوكليا صغيرة كده عبارة عن لا تتعدى النانو ميتر تمام طيب بيقول لي ان انا عندي كروماتين في الايو كريوتكا سيلز اللي هي عندنا اللي هما زينا يعني فدوت ايه هنتكلم بشكل مستفيد فقدو دلوقتي في الايه في اللي جاي اولا انتي قلت ايه قلت ان انتي عندك دي ايه نيوكليك اسد دي اوكسل رايبونيوكليك اسد اللي هو عندنا الديين اي اللي هو الدابل حيليكس بتاعي مالو قالي انه هو عندنا بيلف حولي حاجة اسماه الهيستونز الهيستونز ضو تعبور رعا عن بروتين البروتين دو بيكون فيه بيكون عندي في السيتو بلاسم WEHAGMAYR عندي يروح لي النيوكليس هناك علشان ايه علشان يتلف عليه الDNA هناك تمام لان الDNA بتاعي فين في النيوكليس فانا بصنعه عندي فيه سيتوبلازم وبقى وديه هناك لالنيوكليس قال لي ان انا عندي الهستون ده وتعباره عن بروتين قاعدي اللي هو عندنا بيزيك اللي بيتكليه لانه هو بيكون من حاجة اسمها لايسين وارجنين ده نوعية من الاحماض الامينية تمام طيب قال لي كمان يحمل شحنة موجبة فيتصل بالDNA سالب الشحنة بحاجة اسمها يبقى تاني كده ايه بيتصل بالDNA سالب الشحنة بأيونيك بونت اخر حاجة بيقولي ان انا عندي كم نوع منه عندي اله واحد وعندي اتش اتنين اي واتش اتنين بي واتش تلاتة واتش اي واتش اربعة خلاص يبقى تاني بقى انا دلوقتي عندي قلت ان انا كونت خلاص عندي دبل ستراند بتوعي بتوعدي وبعدين جبت عندنا بروتين اسمه الهستونز الهستونز ديت قلت انه بيتكون ستعت بلازم بيهاجر عندي النيوكليز بتاعتي علشان اقدر للف عليه النيوكليج اسلز اللي انا بنتها طيب وبعدين قلت كمان انه عندنا بيزك لانه بيكون عندنا من لايسين وارجينين كمان قلت انه عندنا موجب الشحنة لموجب الشحنة علشان يرتبط بدين ايه سالب الشحنة بايونيك بونت طيب عندي هو الانواع بتاعته عندي اللي انا بستخدمها عندي في لف بتاعت الDNA عليه عندي H1 وعندي H2A وعندي H2B وعندي H3 وHE وH4 طب ايه هي وظيفة الهستونز ديت قال لي رقم واحد ان هو بيساعدني عني في الكوندنسيش ان انا اضغط الDNA بتاعي الطويل او دوت علشان يتناسب مع حجم النيوكليس بتاعتي رقم اتنين بيقول لي كمان ان هو بيحافظ على الDNA بتاعي من ان هو يحصله باي انزيم اسمه يبقى تاني كده الهستونز دوت عندنا بيحافظ على الDNA بتاعي ان هو يحصل له هضم بحجة اسمها كمان بيقول لي ان انا عندي المعدلة بتغير عندي الشكل بتاعي الشكل بتاع الكروماتين وتاعي يعني ايه بتغير شكله او يعني ايه ايه دوت يعني قال لي يعني مسلا لما يبقى عندي فيه عند H3 وH4 فدوت لي علاقة بالاكتوفيشن والن اكتوفيشن بتاعي مش احنا كنا لسه بنتكلم على الميسايليشن وكلام ده كله يعني هو بمعنى الكلام يعني ان الهستونز ديت هي بتساعدني عندي فيه الفانكشن بتاعي في طريق البناء عندي الا بتاعي الكروماتين وكمان الفانكشن ايه بتاعتها عن طريق اللي هو عندي فيه حاجة اسمها استيليشن او حاجة اسمها مثيليشن او حاجة اسمها فوسفوريليشن ان انا احط افوسفر احط فوسفات او احط مجموعة استايل او احط عندي مثايل ودوت بيساعدني عندي طبعا دهنا في الجينيكس بريشن بتاعي يبقى رقم واحد عندي الكوندونسيشن تاني حاجة عندي الديجشن بروتكشن اجينيست الديجشن اخر حاجة طبعا عندي اللي هي المودفكيشن بتساعد عندي فيه ايه التشينج دي الستراكشن وكمان عندي الفانكشن بتاعتي ده الهستونز لوحده قلي لو انا جبت الهستون ولفت حوالي الديين ايه فكوينت حاجة اسمها ايه حاجة اسمها نيوكليسوم يبقى انا عندي نيوكليسوم هو يعبار عن يبقى قالك بس كام قاعدة من الديين ايه قال لي عندنا ميتين بيز بير يعني انا عندي ميتين بيز بير يعني ايه يعني عندي اللي هو ميتين قاعدة في اتنين يعني زوجين تمام؟ يعني ربعمية خلاص ميتين ميتين يعني ايه يعني ايه ربعمية مش يعني ايه هنا ميتين فصف وهنا ميتين فصف هم عندنا عبارة عن ميتين بيز بير تمام؟ سيجمنت وف دي ن اي بتتكون ان يوكلوسوم ده يتعبار عن ايه قلت ان ايه عندنا هستونز ودين ايه بس الارنج بنت بتاعتها ازاي متزبطها ازاي يعني قال لي نركز هنا كده ايه مع بعض قال لي ان انا لسه كنت بقول ايه بقول ان انا عندي الهستونز عندي كم منه طيب قلت ان انا عندي اتش واحد وعندي اتنين اي واثنين بي وعندي تلاتة واربعة قال لي ان هما اللي اربعة دول حصل لهم ارنج في ايه في صفين وبعد كده جبت عندي ادين ايه بتاعه ولفيته حوالين الايه الهستونز دي لفتين كده تمام؟ وبعدين قال لي ولا قبلين جبت الاتش واحد وقمت اقافل بيها النيوكلوسومة دي تاني يبقى انا دلوقت بتكلم على ايه بتكلم ان انا عندي حاجة اسمها النيوكلوسوم النيوكلوسوم قلت انه بيتكون عندي من ايه من هستون من هستون بروتين اسمه ايه اللي هي الهستونز بتاعتي تمام؟ طيب قالي الهستونز ديه تقولت انه كم طيب اتش واحد اتش اتنين ايه اتش اتنين بيه تلاتة واربعة دول بتكتبوا عندي في ايه في صفين هشيل اتش واحد ناخد بالنا كويس قوي ان انا شيلت اتش واحد وبجيب اتنين مولوكيول من كل واحد عندي مثلا ديت ايه هقول ديت اتنين ايه وديت اتنين بيه وهنا عندها 3 و 4 تمام؟ وهنا برضو عندي 2A و 2B وهنا عندي 3 و 4 تمام؟ عملت لهم الرنجت كده ولفيت حواليهم الDNA وبعد كده بعد ما عملت لفيت عندي المتين اللي أنا كنت لسه بقول عليهم بقوم قفل عندي الH1 علشان أدخل على النيكليوسومة اللي بعدها وهكذا طيب بيقولي ان يفري كون عندي من ايه من حاجة اسمها DNA core اللي هي D تمام؟ اللي هي بتعب عبارة عن 140 base-beer segment of DNA surrounding octomer يبقى ايه عندي قلت ان هي بتكامل عند ال140 وبتلف حوالينا الكور بتاع مين؟ بتاع الهيستونز بتاعتي تانية حاجة بيقولي عندي ايه؟ حاجة اسمها linking region linking region اللي هو عندي مين؟ اللي هو عندي الهيستونة رقم 1 هي بتقفل عندي النيكليوسوم وكمان بتتصل به الـ A النيكليوسومة اللي بعدها فبسميها حاجة اسمها ايه؟ linking region ورية بتكون عندي من 60 base-beer of DNA وواحد ملوكيول من الهيستون يبقى تاني كده واحد ملوكيول من الهيستون وعندنا 60 قاعدة نيتوجينية او عندنا ايه؟ 60 60 base-beer of DNA and one molecule of H1 ودوت عندي بي ايه؟ بيتصل عندي النيكليوسومة دي بالبعدها يبقى انا دلوقتي اتكلمت وقلت ان انا عندي حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها عندنا الهيستونز الهيستونز ديت عندنا مين؟ عندنا يعبورة عن بروتين بيتصلنا عندي في الستاتب لازم وبيروح عندي للنيوكليوسينيك عشان يحصل عندي عماية الكوندونسيشن او ضغط DNA بتاع علشان يتناسب مع حجم الخلية بتاعتي تاني حاجة قلت ان هو عبورة عن بيزيك وبيتكون عندي من لايسين وارجينين ديت عبورة عن اللي هي ايه؟ امينو أسدس اللي هي احماض امينية طيب قالي ان هو يحمل شوحنة موجبة بوضع طيب ليه؟ قالي عشان يتصل به الـ DNA استالب بي آيونيك بوند آخر حاجة طبعا للتيبس بتاعتي عندي واحد واثنين ايه اثنين بي تلاتة اربعة قلت ان انا الوظيفة كوندونسيشن وبرتكشن اجلس تلات ديجشن واخر حاجة طبعا عندنا موديفيكيشن طيب اخر حاجة بيقول لي ايه بعدين بيقول لي ان انا جبت الهيستونز اللي انا جبتها هناك ديجت مع الـ DNA اللي انا كنت محضرة من قبل كده وابدأ ايه اعمل ع أول خطوة من خطوات الكوندونسيشن بتاعتي الاوا هي ان انا بجيب الـ DNA بتاعي ولفو حوالين اربعة او تمانية نقدر نقول تمانية هستونز ويبقى اقفل بواحدة هستونز يبقى نجيب تمانية في طبقتين كده اربعة واربعة ولفة حواليهم الـ DNA بتاعي وقفل بواحدة هستون قلينا انا عندي هستون النيكليسومة كل نيكليسومة وحدة يعني دي كده عباره عن النيكليسومة وحدة بتتكون هنا عندي الكور ده بيكون عندي من 140 بيزبير دين ايه و 8 8 هستونز او اللي هي عندنا 2 مولوكيول من الهستون و عندنا عند الهستونة رقم واحد اللي كان 60 بيزبير تمام طيب ايه كمان بيقولي ان انا عندي الهستونة دي اللي هي هستونة واحد دي اللي بتصل عندي ما بين كلينيوكليزومة ويه التانية بتقولي هي دي اللي بتساعدني بتعملي حماية من الديجيشن عن طريق ان هو يحصل عندي هضم لدين ايه بتاعي دوت بالإكسونيوكليزيس بتاعتي خلاص؟ طيب حلو حتى الان دنيا زي الفل نبسط كده مع بعض عشان الحتة دي مهمة جدا 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 عايز اقولكم اول حاجة ان انا عملت ايه؟ عملت الدين ايه بتاعي اللي هو الـ double strand بتاعي او عندنا دين ايه double helix بتاعي حل؟ طيب وبعدين وبعدين قمت جبت الدين ايه بتاعي دوت وبعد كده بدأت تلفه على الهستونز بتاعتي بدأت تلفه على الهستونز بتاعتي ويكون هستونز كتير 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 وبعد كده دوت ايه؟ فانا كده صغرت عندي ال ايه شوية من الطول بتاعي عندنا الـ DNA بتاعي وبعدين علشان عمل الـ condensation اكتر خط الـ nucleosomes بتاعتي اللي انا كونته بالـ heistونز وبدأت عمل لها الرنجد بدأت ايه الففها كده حوالين ايه حوالين بعض شايفين اللفة بتاعتي عاملة ازاي؟ وبدأت ايه ابرومهم 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 يعني ايه يعني بعمل دايرة بتتكون عندي من اكتر من ايه من nucleosomes تمام؟ وبدأت ايه وبلفهم ايه حوالين بعض حوالين بعض حوالين بعض وبعد كده ببدأ اعملها زيه مين؟ سلك التليفون شوية بشوية ببدأ ايه اقوم لفة ازود اللف لف 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 وغيرت ان ما اوصل عندي ليه الكروماتيد وبعد كده يتصل ببعض ويكون عندي ايه الكروموزوم بتاعي يبقى رقم واحد كونت دين ايه دين ايه بتاعي جبت هستون واقعدت لف واعمل ايه نيوكلوسomes صغر شوية دين ايه بعد كده جبت نيوكلوسomes ولفتها حوالين بعض صغر شوية برضو ادين ايه شوية بتاعي وبعد كده جبت اللفات بتاعة النيوكلوسومس اللي مع بعض ديت وبدأت عاملها ايه الفها تاني وتالت لغاية ما بوصل عندي ليه الطول اللي انا عايزها طيب نيجي نشوف الكلام النظري اللي بيوصف عندي الحالة دي ايه هو بيقول لي عندي حاجة اسمها الكروماتين الكروماتين دوت عبارة عن ايه عبارة عن نيوكلوسومس يونت يبقى نيوكلوسومس يونت يبقى انا عندي نيوكلوسومس متكرر ميش الكمباكشن بتاعي اول حاجة بيقول لي ان انا عندي الكندنسيشن بتاعة النيوكلوسومس اللي هو تكوين النيوكلوسومس عندي دوت بيصغر عندي بيعمل عندي سبع فولد شورتنج لدي يبقى ثاني كده كده عشرة نانو میتر قال لي ان هو ايه بيصغر عندي ايه يعني ايه الدين ايه سبع مرات يبقى ثاني كده بيصغر عندي دين ايه سبع مرات طيب وبعدين وبعد كده السوبر كويلنج عندي اللي هي اللي احنا لسا كنا بنقول ان احنا عندي دايرة كده والايه وليها فيه نيوكلوسومس كده ملفوفة كده واكتر من طبقة كده كلام ده كله قال لي ان دوت عندنا ايه دوت بيصغر عندي خمسين فولد شورتنج للدين ايه بتاعي فبيعملي عندنا سبعمائة ايه نينو بعد كده قال لي ان انا السوبر لوب ديت اللي انا كونتها يبقى ان السوبر كويلنج بعد السوبر كويلنج للنيوكلوسومس عملت السوبر كويلنج تاني فعمل لي حاجة اسمها سوبر لوب السوبر لوب دوت بيمسك عندي في بروتين بيكون عندي ايه وردة يبقى تاني كده عندنا اللف كده بيلف يلف يلف ويكون عندي مين وردة اعتقد ان هي في سورة الكتابة تبقى ايه اوضح يعني وقال لي ان كل 30 روزيتا كل 30 وردة بتكون لي واحد قيل وكل 10 قيل بيكون لي كروماتيد يبقى انا دلوقتي قلت ان انا عندي حاجة اسمها الكروماتيد الكروماتيد دوت هو اللي قبل الكروماتيد يعني انا عندي لما تبقى بتاع الملفوفة قبل ما كون واحد عمود واحد اللي هو الكروماتيد دوت اسم الكروماتيد حلو حلو جدا فانا بيقول لي الكروماتيد دوت عبارة عن repeating nucleosomes unit تمام بدايتي قلت ان انا عندي الكنانتشن بتاعتي نيكلوسومز بتاعتي قال ان هي عندي بتأثر عندي 10 فولد من الديني وبعد كده بقوم اعمل السوبر كويلنج اللي مين للنيكلوسومز بتأثر عندي 50 فولد بعمل سوبر كويلنج تاني بتعمل لي حاجة اسمها سوبر لوب السوبر لوب بقوم اعمل لها بتمسك عندي في بروتين بتكون عندي وردة زي ورد كده الصورة بتاعت الكتابة تبقى اوضح ان شاء الله يعني وبعد كده عندنا كل 30 روزيتا بتكون لي واحد كويل وكل عشرة كويل هتكون لي مين هتكون لي واحد كروماتيد تمام نشوف عندنا الصورة هنا كده بتقول لي ايه برضو عندي دبل هليكس لف حولين الهستون بعد كده بدأ يلف فيلف فيلف يعمل لي عندي النيكلوسومز بدأ يلف فيلف 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 ويضغط اكتر عمل لي الكروماتيد الكروماتيد دوت لما يعمل لي واحد بس دوت اسمه كروماتيد وبعد كده الاثنين بيتصلوا ببعض بيه سنترومير فدوت اسمه ايه كروموزوم طيب عايز اقول ايه هو السنترومير بتاعي السنترومير بتاعي ديت هي منطقة الوصل ما بين اثنين كروماتيد تمام بيتتكون عندي من قواعد ناتوجينية يعني وهي عبورة عن قواعد ناتوجينية متصلة ببعض اللي هي بتاعت عندنا مية وتلاتين بيز بير يعني انا عندي مية وتلاتين بيز بير مية وتلاتين هنا ومية وتلاتين هنا متصلين ببعض غالبيتهم تمامي انا عندي بيمسك ايه عندنا ايه اه كنتوكور كنتوكور قال لي ان انا عندي هنا في الطرف كده في حاجة اسمها كنتوكور الكنتوكور ايه ديت اسمها كنتوكور ليه كنتوكور ديت موجودة قال لي علشان تمسك عندي في طبعا خدتوا في الجناتيكس عندكم في الهيستولوجي ان انا عندي المنطقة دي بتمسك فيها عندي الخيوط بتاعت الميتوتيك ديفيجن لما اجيعمل عندي انقصام ميتوزي فيه بتمسك عندي ايه في الحتة دي اسمها ايه اسمها كنتو كور ماشي طيب الكمبليكس عندي يبقى موجودة مهمة جدا عندنا في عملية الميتوزز بتاعتي يبقى انا دلوقتي باتكلم على ايه كنتم باتكلمت على الدي ان ايه بتاعي ما هو الدي ان ايه قلت اول حاجة كلمت على النيوكليكسد وقلت ان ايه یعبار عن مجبع من النيوكليتايت والنيوكليتايتس داية هي عبارة عن ايه وقلت ان انا عندي نقطة مهمة جدا ان انا النوكليتايتس داية اللي هي اهميات كبيرة جدا 11 اهمية لازم نبسط عليه ونركز عليه كويس جدا وبعد كده قلت ان انا عندي الدي ان ايه دا داود بيحصل له عندي ارجنيزيشن عشان يكون عندي الكروموزومز بتاعتي اللي هو معبرة عن 46 كروموزومز في الانسان تمام كده اتمنى يعني اكون وصلت لكم كل حاجة وربنا يسر لكم الحال يا شباب وبالتوفيق ان شاء الله عندكم طبعا فيه لينك للفيدباك لو فيه اي حاجة طبعا يعني ايه هكون شاكرة جدا لكم وشكرا